وفق روح أستانة هكذا التزم المجتمعون في طهران بمعالجة الوضع في محافظة إدلب السورية قمة ثلاثية جمعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين ومضيفهم الإيراني حسن روحاني من أجل بحث تطورات الوضع في سوريا ولسيما إدلب التي تترقب هجوما من جانب قوات النظام تدعمه كل من روسيا وإيران وحده الرئيس التركي بين شريكيه في القمة يحاول تجنب الحرب المرتقبة في المحافظة المقتضة بنحو أربعة ملايين مدني ربعهم من النازحين من محافظات سورية أخرى بسبب الحرب المتواصلة منذ أكثر من سبع سنين يحاول أردوغان تجنب الحرب تجنبا لآثار وصفها وزير خارجيته مولود شاووش أغلو بالكارثية إذا شن النظام هجومه على إدلب البيان الختامي لقمة طهران الثلاثية أكد على معالجة الوضع في إدلب بما يتماشى مع روح التعاون التي ميزت مسار أستانة التفاوضي بحسب البيان الذي أكد في الوقت نفسه على مواصلة التعاون من أجل القضاء على التنظيمات التي وصفها بالإرهابية كما شددت أنقرة وموسكو وطهران على التزامها بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة الأراضي السورية ورفضها كل محاولات خلق حقائق جديدة على الأرض بحجة مكافحة الإرهاب ملمحة بذلك ربما إلى الميليشيات الكردية في الشمال السوري وأجندتها الانفصالية التي تهدد الأمن القومي للدول المجاورة لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع السوري يقول بيان الدول الثلاث بينما تنخرط دولتان منها في الإعداد لمعركة قد تكون الفاصلة ليس للقضاء على الإرهاب كما يدعى وإنما لتصفية آخر المعاقل الكبرى للثورة السورية بعد أن تمكن نظام بشار الأسد من استعادة السيطرة على جل الأراضي السورية بدعم روسي إيراني خلف مئات المجازر التي سقط فيها مئات الآلاف من القتل المدنيين الأمر الذي يثير التساؤل بشأن جدوى الجهود التركية في تجنب تلك الحرب المرتقبة